من هو الله في حياتك؟ وعمر هو سيد قومة أن تعلم بهذا كله ولكن عندك مشكلة في مواجهة هذه المعارضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان عزيزي المشاهد في هذا الكوكب من أي مكان تسمعني أسأل الله أن يسعدك يفرج همك ويجعلك من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة وأن يرزقك من حيث لا تحتسب عزيزي المشاهد بكل اختصار البودكاست الجديد بودكاست صحبة بدون ما أكثر عليك وأطول عليك المقدمات فكرة أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى أن نتعرف عليه شوف الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا على هذه الأرض وأمدنا بالصحة وبالعقول وبالإدراك وتعرف إلينا بإحسانه وبأسمائه وبصفاته ولكن التقصير من جهتنا أننا لا ندرك كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى من هو الله في حياتنا لذلك فكرت جلت سمع نفسي قلت أبغى برنامج يكون ممتع يكون خفيف ولطيف يسمعه الجميع في أي مكان ونستفيد كل أنا وأنت كل أنا نستفيد فجلت في بالي فكرة بودكاست صحبة ولما فكرت أكثر قلت لما نريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى وش الحلقة الأولى وش العنوان الأول اللي ممكن يشق لنا هذا الطريق وعصفت بالذهن حتى وصلت إلى عنوان التوبة فكر معاني التوبة مو هي الاحتياج الأول اللي يقولك الآن قلوبنا وكأن عليها غشاوة هذه القلوب أصبح عليها مثل الأدران تراكم من المعاصي تراكم الذنوب ابتحدنا عن طريق الله سبحانه وتعالى حتى استسغنا هذا البعد وأصبحنا نمشي في طريق البعد عن الله سبحانه وتعالى دون أن نندم إذن هذه أول مشكلة نعاني منها في عدم التعرف على الله سبحانه وتعالى اللي هي تأجيل أمر التوبة أو صراع التوبة اللي ما عرفناها لا حل التوبة بكل اختصار لها صورة ذهنية في عقولنا هي صورة وردية والصورة الجميلة جدا عن التوبة نسمع قصص فقط اللي نسمعها نسمع قصص عن التوبة فلان سمع آية والآية هذه وقعت في قلبه وغيرت حياة 180 درجة نتمنى أن نكون هذا الإنسان دائما نسمع هذه القصص ونتمنى يا الله هذا الإنسان ودي أكون زي ولكن لا نكون مثل هذا الإنسان ليش إذن هنا في مشكلة عندي وعندك في مسألة التوبة والعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تسمع قصة أحدهم راح يصلي سمع الإمام ينقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه الآية لامست مشاعره هذه الآية وقعت في قلبه فتغيرت حياة 180 درجة ثم إيش يصيبك الشعور أنك تتمنى أن تكون هذا الإنسان ولا تكون تسمع قصة أحدهم أحد القصص المشهورة الآن في عصرنا الحالي أحد الفنانين مغني في تويتر قرأ آية قرأ آية فالآية هذه غيرت حياتها وأعادتها إلى الله سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قصص الصحابة ذلك الصحابي بعد غزوة بدر كان من المشركين والمسلمين في المدينة عندهم عدد من الأسرة فأتى هذا الشخص إلى المدينة ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم ليفتدي هؤلاء الأسرة من المسلمين ويعيدهم إلى ديارهم توصل في وقت صلاة المغرب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالمسلمين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذه الآية وقعت في قلب الصحابي الجليل جبير بن مطعم ومنها كانت تغيير مجرى حياته 180 درجة كان هذا مشرك وأصبح مسلم مو بس مسلم صار مؤمن ومحسن وصار من كبار وخير خير الصحابة جبير بن مطعم والقصة الأشهر والأشهر قصة عمر بن الخطاب قصة إسلامه قصة عجيبة عظيمة جدا وتلامس القلب تلامس قلبي وقلبك قصة جميلة قصة عظيمة جدا عمر بن الخطاب الإنسان الجبار الذي يضرب في غير حق قبل الإسلام كان متجه إلى بيت أخته وسمع أخبار أن أخته أسلمت وكان الوضع متوتر جدا في مكة على ذاك الحين وعمر هو سيد قومه وكان يضرب كل شخص يخرج عندين آباءه ويلجأ إلى الإسلام فتوجه إلى بيت أخته طرق الباب اللي هو الله يسمع صوت دوي غريب داخل هذا البيت صوت ألفاظ غريبة دخل عمر فإذا بأختي وزوجها يقرؤون القرآن فخبوا الصحيفة اللي معهم خبوها قال أعطوني اللي معاكم وروني شكنت تقرؤون فأخرجت أخته وقالها أعطيني أعطت هذه الصحيفة فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى عمر بن الخطاب رجل الجبار جدا رجل لا يلين لأحد فإذا بقلبه يلين لهذه الآيات ويقول هذا ليس بكلاب بشر ثم لان قلبه ثم قام واغتسل وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه إذن هنا عمر بن الخطاب تغيرت حياته 180 درجة بسبب آية يسمعها ولكن احتمال وارد كبير جدا أنا وأنت لا نتأثر بآية احتمال وارد جدا ألا نتأثر عندما نسمع الآيات هذا أنا وأنت نروح نصلي في المساجد ونسمع لأيما يقرؤون ونخرج من الصلاة وكأن شيئا لم يكن لم نتأثر هل سننتظر إلى أن تأتي تلك الآية وتطرق قلوبنا وتدخل إلى النقطة الحساسة حتى نتغير إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن أنت وأنا المسؤولية عندنا هي المسؤولية الأولى أن نبدل الخطوة الأولى الخطوة الأولى في طريق التوبة أن تحارب نفسك اليوم أنا جاي ما أقول لك بأمسح الفكرة الأولى عن التوبة من عقودنا لا لكن سأوضيف فكرة أخرى أريد أن نستوعبها فعلا نبغي نستوعب هذه الفكرة اللي لا بد أنها تكون في عقولنا عن التوبة التوبة خلونا نتفكر في سورة التوبة سورة التوبة بدأت بدون البسملة جميع السورة في القرآن بدأت بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تأمل معي في البداية في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم أن يبتدأ الله سبحانه وتعالى كل سورة بهذا اللفظ ثم بأسمين العظيمين الرحمن والرحيم اللي تشمل الرحمة الواسعة جدا يعني في مطلع كل سورة ولكن في سورة التوبة تحديدا لا تجد هذا المعنى لا تجد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد الرحمة ولا تجدها في مطلع هذه السورة ليش سورة التوبة سورة غاضبة جدا سورة غاضبة جدا والسرد فيها غاضب جدا السورة هذه تخاطب المشركين وتخاطب المنافقين وأيضا تخاطب المسلمين تخاطب الجميع وهذه السورة حدة جدا في خطابها وغاضبة جدا في خطابها زي ما قلنا أنها لم تبتدأ بالبسملة في هذه السورة تجد أن المشركين والمنافقين بنوا مسجدا ولكن هذا المسجد كان طرارا للمسلمين كانوا يعملون الخير المشركين كانوا يقومون باستقاية الحاج شوف الأعمال الخيرية اللي يقومون بها المشركين ولكن في عندهم نقطة هذه النقطة تفسد كل شيء وهي نقطة الشرك أنا وأنت لسنا مشركين بفضل الله سبحانه وتعالى ونتمنى أن لا نكون من المنافقين بإذن الله سبحانه وتعالى إذن الآن سورة التوبة نتمنى أن نأخذها ونضعها على حياتنا ونخرج الخطاب اللي كان الخطاب للمشركين وخطاب للمنافقين لا لا خلونا نضع هذا الخطاب على أنفسنا ونطبق بعض الآيات على أنفسنا الله سبحانه وتعالى كان يخاطب المشركين اللي كانوا يعاندون في العودة ويخترعون الأعذار لأنفسهم أعذار وهمية تؤخر العودة إلى الله سبحانه وتعالى ويستمرون في هذه الأعذار حتى لا يعودون إلى الله سبحانه وتعالى التوبة أشبه بما تكون كحرب التوبة أشبه بالحرب فعلا ولكن الحرب هذه لن تحمل فيها سيفا ولن تنزف فيها الدماء الحرب هذه حرب داخلية بينك وبين نفسك الحرب هذه حرب لا يعلم عنها أحد سواك وسوى الله سبحانه وتعالى قبلك الحرب هذه عظيمة جدا الحرب هذه ضارية وقاسية جدا عليك وأنا أعلم بما أقول أعلم أنك تعاني من أمر ما تعاني من أمر معصية المعصية هذه أرقتك وأهلكتك وأثقلت كاهلك وظهرك هذه المعصية أصبحت مثل الإدمان هذه المعصية أصبحت تحبها أكثر من أي شيء آخر هذه المعصية ربما أصبحت تواجهها أكثر من أهلك هذه المعصية صهرت جزء لا يتجزأ من يومك وأن تعلم يقينا أنها معصية والمعصية هذه تغضب الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى هلاكك أن تعلم بهذا كله ولكن عندك مشكلة في مواجهة هذه المعصية وعندك مشكلة أعظم في مواجهة نفسك ومواجهة الشيطان إذن في مسألة التوبة لابد أن نعرف أن التوبة ليست فقط شيء وردي وشيء جميل جدا أنك تسمعها وهذه الآية تغير قلبك وهذه الآية تغير مجرى حياتك 180 درجة المسألة أعظم من ذلك بكثير لابد أن ندرك هذا الشيء غاية الإدراك التوبة حرب بينك وبين نفسك والحرب هذه راسية وضارية جدا لابد أن تدرك هذا الشيء وحينما تدرك هذا الشيء أنت الآن مقبل على رحلة من رحلات التغيير بينك وبين نفسك أنت الآن عارف أنك مقبل على أمر عظيم والأمر هذا لا يقبل عليه ولا ينجح فيه كل أحد لذلك تجد الأكثرية هم أهل أهل الفجور والفسوق والعصيان والأكثرية هم أهل النار فلذلك كانت التوبة أمرها صعبة شوية في بداية الأمر ستجد أنك تداوي نفسك ودائما ترى المريض يكره العلاج والعلاج مؤذي في بداية أمره ولكن نهاية هذا العلاج راحة وصحة وعافية لذلك المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى أشبه مما يكون بالمرض وهو فعلا مرض لقلبك فالتداوي والتشافي من هذا المرض يحتاج إلى صبر وبذل ومعاناة في البداية ولكن في النهاية ستجد لذة عظيمة جدا لذة عظيمة جدا لا تدرك معناها عندما تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتجد لذة الإيمان وتدرك أن الله سبحانه وتعالى حين يرحب بالإنسان المسلم التائب حينما يعود إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه الآية عظيمة جدا من ناحية التأكيد والتوكيد على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا وأنه هو الغفور الرحيم يعني قل يا عبادي خلنا نفصل هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني النداء من الله سبحانه وتعالى إلى العباد يا عبادي طيب يا عبادي مين يا عبادي الذين أسرفوا لو تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما نادى الذين آمنوا الذين أسرفوا يعني هم هؤلاء هم الناس اللي في غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى الذين أسرفوا على أنفسهم هنا الاطمئنان أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى لا تخاف أبداً ما في أي شيء يخوف فالله سبحانه وتعالى يرحب فيك لا تقنطوا من رحمة الله كثير جداً من الناس من كثرة معاصي يظن ويشعر أنه لا مجال للعودة إلى الله سبحانه وتعالى ويخجل أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يظن أن الله سبحانه وتعالى كيف سيواجه الله سبحانه وتعالى بهذا الكم الهائل جدا من المعاصي وهذا شعور أنا أظن أنه شعور من الشيطان لا أقل ولا أكثر فإذا تغلفت على هذا الشعور ستجد الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور ورحيم إذن في كل كلمة قلناها أنت لابد أن تبدو الخطوة نحو الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لابد منه أن تبدو الخطوة إلى الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله شف إن هنا توكيد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يعني ما قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم قال إنه هو الغفور الرحيم توكيد يتبعه توكيد أن الله سبحانه وتعالى سيغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى يعدك أيها الإنسان حينما تتوب وتعلن أنك تركت كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى سيعطيك رحمته سيعطيك رضاه عوضه الله خيرا منه هذا الحديث حديث عظيم جدا ولكن بقصر عقولنا وفهمنا صرنا بس نطبق هذا الحديث على الأشياء الدنيوية يعني إذا تركت الشيء الدنيوي الفلاني سيعوضك الله سبحانه وتعالى بالشيء الدنيوي الفلاني وهذا ممكن يكون صحيح ولكن الأصح من ذلك أنك انتركت معصية لوجه الله سبحانه وتعالى لأجل أن تحب الله سبحانه وتعالى سيعوضك الله بحبه سيقذف الله نوره في قلبك سيعطيك الله شيء لم تكن تتخيل أن هذا الشيء أصلا موجود في هذا الكوكب يعني ترى الإنسان البعيد من الله سبحانه وتعالى يظن أن الدنيا بهذا الشكل يظن أن الضيق بهذا الشكل ولا يعتقد أن لله سبحانه وتعالى نور سيقذفها في قلبه حينما يلتج إليه ويلتزم بأمره ويجترم نواهيه الله سبحانه وتعالى هو المستحق الأول للعبادة وهو المستحق الأول للمحبة فإذا تركت كل محبوب وكل شهوة من شهوات هذه الدنيا لأجل الله سبحانه وتعالى سيعطيك سيرضيك الله سبحانه وتعالى عظيم جدا وعطاءه كبير جدا أكثر من خيالك وأكثر من تصورك لذلك كلما تركت باب الله سبحانه وتعالى ستعلم أن ما تركته هو أقل بكثير من الشيء العظيم التوبة أمرها زي ما قلنا أمرها صعب وأنت وأنا نوعاني من أمر التوبة عندنا شيء صعب الشيء الصعب هذا مو قادرين نتخلى عنه هذا الشيء الصعب مو قادرين نجد هنبه هذا الشيء الصعب احنا عارفين انه وصلنا لمرحuşة الادمام فيه سواء اطلاق بصر سواء سماع سواء اي ان كان نوع هذه المعصية اللي احنا موقنين ونعرف ومؤمنين ان هذا الشيء ذنب والذنب هذا يوضب الله سبحانه وتعالى ولكن صرنا نميل الى الرجاء وهذا الرجاء اصبح يميل الى الغرور اكثر تدريشي الفرق بين الرجاء والغرور الرجاء انك ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى وانت تعمل ما وصاك الله سبحانه وتعالى فيه وتجتنب نواحيه أما الغرور أن تأمل في رحمات الله سبحانه وتعالى ومغفرته وتجتنب كل أوامره يعني تعصيه 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 وفقط تتأمل في رحماته الله سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة ولكن خل في بالك أن الله شديد العقاب وأن الله يغار وأن الله قد يعطيك هذه الدنيا ويفتح لك أبوابها لأجل أن يستدرجك وهذا الأمر اللي غايب عن أذهاننا كثير جدا ولا ندرك معناه هذا الأمر خاطئ هذا الأمر خاطئ جدا من الخطأ العظيم أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة حينما يحسن الله إليك أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك خلونا الحين نفصل موضوع التغبة في أربع نقاط النقطة الأولى أن عندك مشكلة المشكلة هذه كبيرة جدا النقطة الثانية أن هذه المشكلة تحتاج إلى حل ولكن الحل عندي وعندك ما عرفنا له ما عرفنا نصل إلى هذا الحل النقطة الثالثة بعد ما نعرف المشكلة ونصل إلى الحل نبغى نستمر إذن الاستمرارية هي النقطة الثالثة النقطة الرابعة هي نقطة اللذة الوصول إذن عندنا أربع نقاط المشكلة الحل الاستمرارية واللذة المشكلة هي مشكلة المعصية والمشكلة الثانية هي مشكلة عدم وجود الحل لهذه المعصية والمشكلة الرابعة هذه كلها مشاكل في النقطة الأولى مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة المشكلة الثالثة الفتن المشكلة الرابعة الأماكن اللي نروح له فيها فتن المشكلة الخامسة الصحبة المشكلة السادسة السابعة العاشرة الرقمية مشاكل كثيرة جدا تتراكم داخل عقولنا لا نجد لها حلا أبدا إذن الحل يعتمد على تعرفك على المشكلة اللي عندك وكل إنسان يعرف إيش مشكلته بالضبع على سبيل المثال شخص من الأشخاص يعاني من مسألة إطلاق البصر يعاني من مسألة الإباحية على سبيل المثال إذن هذا الإنسان لابد أن يعرف مشكلته فين هي يعرف فين هي يحددها تحديدا وين مشكلتي ثم بعد تحديد المشكلة يبحث عن الحل إذا كان عندك أكثر من مشكلة تحدد المشاكل كلها والأفضل أنك تكتبها أنا الأمانة عندي هذا الدفتر أكتب فيه كل شيء وضعتها جنبي هنا عشان وريكي الكتابة عظيمة جدا تفتح قلمك تفتح دفترك أو أي أن كان الورقة اللي عندك والورقة هذه لابد أنها تكون سرية بينك وبين نفسك فقط لا يطلع عليها أحد واكتب المشاكل اللي أنت تعاني فيها أكتب مثلا أنا أعاني من مشكلة أكتبها كذا بكل صراحة بينك وبين نفسك ما أحد رح يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى أكتب أنا أعاني من إطلاق البصر وللأمانة هذا الإطلاق للبصر أنهكني وأتعبني هذه المشكلة لم أجد لها حل إذن هنا أنت أخرجت ما في عقلك وما في صدرك من التشابك إلى هذا الورق على حبر فالحبر الآن أصبح مثال لترتيب الأفكار المتشابكة في عقلك جميل أنت الآن تمضي في طريق صحيح جدا ما عندك مشكلة الآن تبدأ في طريق البحث عن الحل طيب إيش الحل؟ الحل أنك تشوف فين نقاط النقص اللي عندك اللي ممكن أدت إلى هذه المشكلة خلنا نقول مشكلة إطلاق البصر إيش الأشياء اللي تؤدي إلى هذا الشيء بداية التقصير في الصلاة ولا شك في ذلك ترى إحنا مقصرين في صلاتنا ومناوين نستوعب هذه النقطة يعني مناوين نقنع نفسنا إننا عندنا تقصير في نقطة الصلاة وهذه هي المشكلة الأولى فخلفهم من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فثق أن اتباع الشهوات دائما يسبق أنك أضعت صلاتك وإضاعة الصلاة لا تعني بس أنك أضعت الصلاة يعني أنك ما صليت في وقتها لا إضاعة الصلاة هو ممكن أنك تكون تصلي في وقتها ولكنك ما حضرت بين يدي الله سبحانه وتعالى أن تدرك معنى أن تذهب إلى الله سبحانه وتعالى في بيته أن تذهب إلى الله سبحانه وتعالى تقف بين يديه أن تقف بين يديه وأنت شارد في دنياك لا يعني أنك حضرت في صلاتك لذلك أنت هنا أضعت من صلاتك الكثير الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن السهوة عن الصلاة النوم عن الصلاة هذه كلها مشاكل تؤدي إلى مشاكل أكبر منها التي ممكن تبعدك تماما عن طريق الله سبحانه وتعالى فإذن هنا أنت لابد أن تحدد نقاط النقص اللي عندك التقصير في الصلاة التقصير في تلاوة القرآن أصبحنا الآن في زمننا الحالي يعني أول ممكن كنا نقرأ سورة الكهف كل جمعة الآن أصبحنا حتى سورة الكهف لا نقرأها كل جمعة من شدة التقصير ومن شدة سعي وسرعة الحياة لابد أن نعود إلى أنفسنا لكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى ندرك الخلل لداخلنا عشان نعود إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تعالج نفسك بنفسك أن تبدل الخطوة الأولى إلى الله سبحانه وتعالى لأن كل ما تأخرت كل ما تأخر عنك الفرج في سورة التوبة لما نعود تجد اللغة الغاضبة جدا في هذه السورة عدد من الصحابة تخلفوا عن غزوة من الغزوات وضاقت عليهم الأرض بما رحبت هذا الشعور مشابه جدا لهذا الشعور اللي عندي وعندك زي ما قلت لك التوبة ترى هي أشبه بالحرب ومواجهتك لمعاصيك أشبه بالحرب الأمر مو بالسهولة اللي أنت تخيلها الأمر مو سهل أبدا أن تواجه شيطانك وتواجه هواك وتواجه معاصيك وتتجنبها كلها لتتجه إلى الله سبحانه وتعالى الأمر مو بالسهولة هذه لذلك يضيق صدرك تضيق بك الدنيا بما رحبت الصحابة في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى أنها وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه إذن الملجأ هنا شف شف هنا الحل المشكلة تعرفنا عليها خلاص كل واحد فينا حدد المشكلة اللي عندها ممكن تكون إطلاق البصر ممكن تكون في السماع ممكن تكون في عقوق ممكن تكون في ترك صلاة كل إنسان فينا عندها مشكلة بعد ما عرفنا المشكلة نبغى نعرف إيش النقاط اللي أدت إلى هذه المشكلة تعرفنا عليها لأن هذه جزء من المشكلة الحل لا ملجأ من الله إلا إليه كيف إلا إليه أن تبدأ بالصلاة رقم واحد أن تتصل بالله سبحانه وتعالى وهذه هي من إسماء الصلاة أن تتصل بالله رقم واحد رقم اثنين الدعا أن تدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ردني إليك ردا جميلة اللهم ردني إليك ردا جميلة اللهم حاسبني حسابا يسيرا لا أبدا لا تتخيل أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مقصر في حقه لابد أن تأتذر أن تنكسر أن تنذل إلى الله سبحانه وتعالى وتظهر عبوديةك الكاملة إلى الله سبحانه وتعالى غير كذا أنت تبدو المجهودات وهمية جدا أصدق مع الله سبحانه وتعالى لك أصدق الله سبحانه وتعالى معك إذن الحل أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدعائك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأداء النوافل بالأشياء البسيطة جدة بالصدقة بالأشياء التي تطهر قلبك وتطهر يمينك بالأشياء اقرأ سورة الكهف كل جمعة إذا كنت مقصر في هذا الشيء اجعل لك ورد قرآني ولو نصف صفحة أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى شيء مخبأ من هذه الدنيا تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى شيء صادق وشيء نظيف جدا بينك وبين الله لا يعرف عنه أحد إذن هنا المشكلة الحل صدقني هذه النقطتين إذا استطعت أن تصبر عليها أنا أقول لك أصبر لمدة تسعين يوم تسعين يوم كثير ثلاثة شهور كثير شهر خلها شهر ثلاثين يوم الثلاثين يوم هذه أحقد العزيمة مع نفسك أن تدخل الحرب مع نفسك الموضوع ما هو مسألة لعب أن تمضي في هذه الدنيا لتصبر لتدخل مع نفسك في حرب فعلية بلا سيوف بلا أن تنزف الدماء أبدا ولكن هذه الحرب داخلية والحرب هذه صعبة جدا ولكن أن تستطيع والله سبحانه وتعالى خلق الجنة لمثل هذه المواقف قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون يا أخي أن تترك الشيء لطرد الله سبحانه وتعالى ثم تدخل الجنة ثم ترى وجه الله سبحانه وتعالى ألا تشتاق لأن ترى الله سبحانه وتعالى ما عندنا إدراك نوازم فيه نفضل أمر الدنيا والمعاصي على الجنة يعني تغيب عن أذهاننا أشياء بديهية جدا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون الأمر أشبه بالتحدي الأمر مثل ما قلت لك هو حرب ولكن مجرد دخولك لهذه الحرب وصبرك عليها صدقني أن نهايتها لذة عظيمة إذن لما نروح للنقطة الثالثة التي هي الاستمرارية هي التي قلتها لك قبل شوية شهر شهرين ثلاثة شهر بعدها ستصل إلى مرحلة من اللذة اللذة هذه عظيمة جدا لا تدركها العقول هذه اللذة هي لذة من الله سبحانه وتعالى أن يكون الله هو حبيبك الأول وهو الوحيد المستحق للمحبة الخالصة جدا وهذه المحبة ستبث في روحك ستبث في أعضائك ستبث في حياتك ستبث حتى في الهواء اللي تستنشقه ستبث هذه المحبة ستبث هذه المحبة حتى في البشر اللي حولك ستحب البشر اللي حولك بنور هذه المحبة اللي بثها الله سبحانه وتعالى في قلبك هذه لذة عظيمة جدا لذلك أنا أتكلم معاك الحين أتمنى أن تصل ونصل كلنا إلى هذه المحبة أن نتعرف على مشكلتنا أن نبحث عن الحل لهذه المشكلة أن نصل للإستمرارية وبعد هذه الإستمرارية سنغطي كل هذه بلذة عظيمة جدا بوصولنا إلى الله سبحانه وتعالى صدقني أن الله سبحانه وتعالى وجوده في حياتنا عظيم جدا ستتلذذ بصلاتك ستتلذذ بتكبيرتك في صلاتك ستتلذذ بقراءتك لسورة الفاتحة ستتلذذ بقراءتك لسورة الإخلاص حتى حينها ستصبح تقرأ في صلاتك أكثر من سورة بدل ما صرت تقرأ سورة الإخلاص سورة الإخلاص سورة الكوثر حينما تصل إلى الله سبحانه وتعرف إليه ستقرأ آيات أخرى ستشتاق إلى القرآن ستتعرف إلى الله ستتعرف إلى الله صديني أن المسألة تستحق أن تبدل مجهودك وأن تدخل هذه الحرب الضارية لأن نهايتها عظيمة جدا إذا كان جزء من جنة الدنيا ستذوقها في هذه الدنيا يعني يا أخي من لذة هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى سيجمع همك يعني شفت شتات قلبك قلبك وهمومك هنا شائل هم هنا وشائل هم هنا في كل مكان عندك هم حينما تصل إلى الله سبحانه وتعالى من ضمن اللذات أن يجمع الله قلبك على هم من واحد وهو هم رضا الله سبحانه وتعالى فإذا أرضيت الله خلاص يلتم قلبك يلتم أي أمر ستواجهه من صعوبات هذه الدنيا ستعيده إلى الله سبحانه وتعالى ستعلم أن الله هو من قدر هذا الأمر والله كفيل به إذن سيطمئن قلبك اطمئنان عظيم جدا لذلك أنا أقول لك ستشعر بلذة عظيمة ربما في هذه الحلقة في هذا الكلام أنا لامست قلبك لامست شعورك ممكن لامست مشكلة أن تعاني منها لذلك في هذه الكلمة أنا أقول لك واجه مخاوفك واجه صعوباتك هل ستواجه من اليوم أم ستؤجل وستنسى هذا الكلام وتمضي في عالم السوشال ميديا وبيمر عليك مقطع تلو المقطع ومقطع تلو المقطع وتؤجل أمر التوبة وأنت لا تضمن نفسك متى ستغادر هذه الدنيا وفي يوم من الأيام ستقابل الله سبحانه وتعالى وحيدا ستعرض عليك الصحائف هذه النقاط السوداء اللي عملتها هذه التذكيرات اللي وصلتك وأعملتها أين كنت وأين كان قلبك بينك وبين الله سبحانه وتعالى الشيطان الشيطان سيواجهك الشيطان سينزق قلبك الشيطان سيتحدك سيتعبك من هذه اللحظة وفي السابق وفي المستقبل سيتعبك ولكن زي ما قلت لك أنت الآن داخل في حرب ما انتصل لمرحلة التعود في هذه الحرب خلاص ستنتظر اللذة وإذن جاتك اللذة ما أعظم منها في نهاية هذا الكلام وأنا عاسف أني طولت عليك عزيز المشاهد أتمنى أن نكون في طريق الله سبحانه وتعالى أن نعين بعض لذلك أنا صورت هذا الوودكاست ولذلك أنا كانت فكرتي أن نتعرف إلى الله سبحانه وتعالى أن نطرق باب الله سبحانه وتعالى وبدأت هذا المحور العظيم جدا بعنوان التوبة ونعارف أن التوبة حينما نحسن مع الله سبحانه وتعالى فيها سيحسن الله سبحانه وتعالى إلينا فيها سيحسن إلينا في مغفرة الثنوف في الرحمة سيحسن إلينا في اطمئنان قلوبنا فقط أن نطرق باب الله سبحانه وتعالى وكل شيء على الله يسير والله يسعدكم اشتركوا في القناة